لك تجربة مع شعر العرضة والمحاورة بشكل عام؟ يعني أنا أقول لك أني أقدر أسوي لهذه الأشياء بس إنها تحتاج لا بس شوف أبي عبد الرحمن أنا سمعت لك تجربة وقد أسميها تجربة خجولة أو في محيطك وتوقفت عنها وجدت يعني ما وجدت نفسك فيها؟ جميل يقول شباننا يقولون ما غزية القوم غزون صادق أما تدخل في هذا المجال بقوة وتثبت وجودك أنا عندي الاستعداد وداحم وأقاتل إلى أن أثبت جدارتي في هذا المجال لكن الاشتراطات أدواتك في المحاورة موجودة؟ متوفرة لكن معطيات ظروفي ما تسمح لي في أني أقيم هذه المنشطة وهذه الموهبة يعني أني أتنقل على طول يوميا من محاورة من مدينة إلى مدينة إلى بعض الظروف اللي في بعض المحاورات أنا ما أقبلها في بعض الأحيان عرفت هذا المحاورة والعرضة هذه تشترض محاورة أن أقصد فيها القلطة؟ أن تقصدها القلطة هي أن تقصد محاورية؟ يعني أنت بغطي أو بنافس أو بداحم بشكل قوي خلنا نقول ما هو لو فضيت؟ ها لو قررت أني أكون في هذا المجال فضاوة ممكن أن يكون عندي فضاوة لكن يعني أنه أدواتك كلها جاهزة جاهز شاعر شاعر وتفهم تعرف يعني والاحتكاك مهم جدا يعني أنا قلت لك عشان تظهر في المحاورة والعرضة يجب أن تحتك وتصبر على ما يجيك صحيح بس كلمة ترى شوف كلمة شاعر هذه ترى تقودني إلى سؤال لأنه كثير يدور حوله جدل اللي هو هل المفروض أن الشاعر يكون ملم بجميع فنون الشعر ومن ضمنها يعني شاعر المتمكن مثلا في النظم هل من الواجب عليه أنه يكون يستطيع الرد وإلا يجرد من شاعريته لأنه أنا سألت هذا السؤال الكثير أنا كتبت عن شخصية يعني شخصيا تتقل شاعر بشكل عام لازم أن الشاعر يجيد ممتاز لكن أكلمك عني أنا محمد بن غموش أعتقد يعني إن عندي هذا الأعتقد والاعتقاد هو الجزم أكثر من الظن إن عندي الإمكانية أني لو دخلت هذا المجال أني أقل شيء يشار لي بالبناء وإني بأفرق يعني في المسألة هذه لكني لظروفي أو لظروف المحاورة أنا في سامات ناس بظروفي عرفت أو ظروف كل المنتج الشعبي نجاز التعبير أو الميراث الشعبي هذا الجميل يجب لظروف ما يجزي شاعر النظم أنا أكتب في مجلس قصيدة وأجهزها المناسبة وأنا مرتاح لكن هذه تتنقل ويبيلها ويبيلها احتكاك ويبيلها صبر ويبيلها مثابرة فنظروفي ما تساعدني فقط لكن كم معطيات شاعر موجودة بالنسبة قضية أن أشترط على الشاعر أني لازم يفهم في هذا المور لا أبدا ولا عمرها كانت تدخل في التقييم أبدا التقييم الشعراء إنه إذا ما يفهم في هذا المجال إنه ما يصير يفهم في النظم